السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب تكونوا جميعا بخير ابتدي كلامي بذكر الله حبيبي يا الله صلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم انا في الاول لما كان معايا يعني القناة وكده على اليوتيوب كانت في حاجات كده يعني بتوقف قدام ان انا مثلا نفسي انسخ حاجة زي كده مثلا قدامي ما تتنسخش ازاي هتقدروا يعني تنسخوا كمية حاجة زي كده قدامكم يعني هياخد معاكم وقت كبير فنيجي ان احنا ندوس على حاجة زي كده عشان ننسخها زي ما بنعمل في اي قناة او في اي فيديو ما بتتنسخش معايا ابدا فنعمل ايه عشان تتنسخ معايا احنا بنروح يا جماعة يعني الموضوع بمنطقة البساطة وهتدعو لي موضوع النسخ ده مهم في ايه لانك مش هتقدر تنسخ كل الكلام ده الكلام ده لو في حاجة مثلا طلع ترند مثلا انت لازم تنسخها يعني في حاجة فيديو عجبك جدا وانت خلاص عايزة تسجلي الفيديو ده سجلتيه بس فيه كلام كتير جدا عند زميلنا احنا عايزين ننسخه لانها هياخد معانا وقت كبير جدا يعني انت بتعملي فيديو فيه تلاتين غيرك بيعمل نفس الفيديو بتتكلمي عن نفس الموضوع فمحتاجة ان انت تنسخيه لكن مش هتقدر تكتبي الكلام ده هياخد منك ساعات الترند ساعاتها هيروح عليك فربنا يبارك فيكم يا رب طب نعمل يعني نعمل ايه في الموضوع ده بنعمل يعني بنروح على تطبيق اسمه تطبيق النسخ الشامل بسم الله بنروح كده اهو شكل تطبيق النسخ الشامل يا جماعة شايفيني اللي على اسفل الشاشة على شمال الشاشة اهو المربع الازرق ده كده اهو احنا طبقناه في الاول بيبقى العلامات دي كلها مش موجودة بيبقى باللون الغامق كده كله فمكتوب كلمة النسخ الشامل مفعل فاحنا نفعله نروح عاملين كده فعلناه طيب في حاجة ما قالهاش زميلي خالص غلبتني في الاول يا جماعة تماما شايفين كلمة خيارات في الشاشة قدامكم كلمة وضع الماسح الضوئي لو احنا عملنا لها كده دي هتبقى مشكلة كبيرة ليه بقى لان هيرجعلك هيطلعلك مربع مكتوب فيه ان هو تفعيل الماسح الضوئي ده خلي بالك هيدخل على كل بياناتك الشخصية على صفحتك على قناتك نفسها فتبقى يعني اي حد ممكن يسرقها في ثانية دي انا شفتها كده بالصدفة سبحان الله مع اني يعني زميلي كان المفروض يقولوا حاجة مهمة زي كده لان انا دست على زرار معين وما خدتش بالي بعد ما ده ما كانش مفاعل انا هقول لكم بس الاول تعالوا تفضلوا معايا كده لما هنروح مثلا بسم الله على حاجة زي كده طيب احنا خلاص بامر الله عملنا تطبيق النسخ الشامل احنا بنتلع من اول من اول الفيديو من فوق كده وبندوس لأسفل كده شايفين انا بعملها بالبطيق علشان تاخدوا بالكم معايا ربنا يبرك فيكم يا رب واحدة واحدة لان انا كنت زعلانة جدا ان انا مش يعني مش قادرة يعني اوصل لموضوع النسخ الشامل ده لكن بسم الله كل حاجة بتتعارف واحدة واحدة تمام احنا اول حاجة طبقنا خلاص التطبيق ده خلاص حملنا شايفين انا بعد تاني بناخد الشاشة من اولها تطشل تحت لاسفل كده اهيه طب مفيش كلمة تلمسح الشامل قدامنا مادام صحر هنعمل ايه هنرفع الشاشة تاني كده بسم الله شايفين بسم الله بسم الله كده تاني 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 اهو ظهرت قدامنا ايه لما عملنا كده تاني كلمة النسخ الشامل هي على يمين الشاشة بسم الله هندوس عليها يا جميع دوسنا عليها طلع علينا الحاجة الصفحة اللي احنا عايزين ننسخها القناة اللي احنا عايزين ننسخها في صندوق الوصف لان احنا دايما يعني يوتيوب مش عاملين لنا خاصية ان احنا ننسخ اي حاجة من صندوق الوصف ابدا فطبعا التطبيق ده جميل جدا جدا طيب معايا من من اول طلع معانا لما لما دوسنا على التطبيق في الاول المربع الازرق ده اعلى الشاشة تماما احنا دوسنا عليه شايفين مكتوب الوضع العادي الوضع العادي دي كده تمام طبعا الغلطة اللي انا وقعت فيها ان انا طبعا يعني بحب يعني اشوف الامور ايه اللي غلط وايه الصح والعلامات دي ايه معناها وايه كلمة الوضع العادي طبعا انا بدون ما اخد بالي انا دست على كلمة الوضع العادي طلعلي كلمة الوضع العادي ووضع الماسح الضوئي طبعا انا مش في بالي فقلت ممكن وضع الماسح الضوئي افضل فدست على كلمة وضع الماسح الضوئي تمام قلع للمربع ده يا جماعة مكتوب فيه أتريد بدء البس أو التسجيل باستخدام النسخ الشامل طيب ما إحنا عايزين النسخ الشامل بس سيتمكن النسخ الشامل من الوصول إلى كل المعلومات المرئية على شاشتك أو التي يتم تشغيلها من هاتفك أثناء البس أو التسجيل ويتضمن ذلك معلومات مثل كلمات المرور كلمات المرور بتاعت حسابك وتفاصيل الدفع والصور والرسائل والملفات الصوتية التي تقوم بتشغيلها البدء الآن لو كتبت البدء الآن يبقى أنت اخترت الماسح الضوئي وده غلط نرجع تاني لأنها راحت إحنا مش عايزين يا جماعة كلمة الماسح الضوئي دي تاني خالص ما لناش علاقة بيها إحنا بننزل بالشاشة كده أهي بسم الله لقينا كلمة النسخ الشامل بندوس عليها تمام بس يطلع علينا المربع الأزرق قدامنا وبعدين بنختار طبعا بنروح عاملين دايسين على الشاشة اللي احنا عايزين ننسخها قدامنا بالشكل ده بيطلع علينا الثلاث مربعات ده المربع أبيض ومربعين اللون هماردي بندوس على الثالث اللي هو أعلى طبعا لازم نتخطى الإعلان بعد ما يخلص الإعلان بندوس على علامة X بس أنتو لو لاحظتوا أنه مكتوب خلاص تم النسخ فطبعا لما بيتم النسخ بتروحوا على القناة بتاعتكم في الفيديو وطبعا فلها نفرد كده مثلا احنا عايزين نروح على أي فيديو مثلا فرضا على الفيديو ده عندي مثلا ونروح على الستوديو اللي انت يعني الستوديو يوتيوب العادي اللي انت ممكن تسجل منه أو ان انت تحاول تصلح أي حاجة وبتروح اهو على صندوق الوصف طبعا أنا كل ده همسحه تاني بسم الله اهو بنعمل كده كل ده أنا همسحه تاني فاحنا بندوس ايه كده اهو بسم الله كلمة لصق يا جماعة هنروح دايسين عليها شايفين هتجيبكم كل الحاجات يعني لو كنت ما استعملتش تطبيق النسخ الشامل كنت معقولة هتفضل مثلا ساعتين عشان تكتب كل الكلام ده بصتا نقدي اهو شغال اهو كلام كتير جدا ياخد وقت كتير ويسبب ارهاق مالوش حل فطبعا أنا كده همسح كل الكلام ده طبعا لانه تابع فيديو تاني خالص بس انا عرفتكم هو يتنسخت يعني ازاي والموضوع بسيط جدا 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 بس بلاش حكاية الماسح الضوئي دي خالص معلش انا يعني مش عايز اكتر عليكم انا مش عايز اسيب النسخ ده موجود علشان ما يقزيش الفيديو اللي انا لسه عامله فهنرجع تاني نفكر بعض يعني والدال على الخير كفاعله بسم الله احنا هنروح احنا كده طبقنا حاجة اسمها تطبيق النسخ الشامل او النسخ الشامل شايفين كلمة النسخ الشامل هتطلع علينا باللون الازرق فوق وبعدين مش بتبقى مفعلة باللون الوردي بتبقى كلها بالشكل ده بنتجنب ايه في الصفحة دي اهم حاجة بس تدعولي على المعلومة الجميلة دي لانها كانت هتكون مؤزية جدا لقنواتكم ممنوع كلمة وضع الماسح الضوئي طيب احنا هنبتزي نفعل كلمة النسخ الشامل هنروح دايسين على الايه على علامات دي شايفين وضع الماسح الضوئي دي نتجنبها تماما بسم الله فلما نروح على فيديو احنا عايزين ننسخه مجرد ان احنا مرة تانية اهو انا يعني مش قصدى والله ان انا دايقكم اوعيد الفيديو تاني الا للخير والله بننزل بالشاشة لتحت كده طب احنا مش شايفين الموضوع التطبيق بنروح رفعين ايدينا بالتطش بطريقة خفيفة جدا كده لحد ما تظهر لنا كلمة النسخ الشامل بندوس عليها برضو في بسم الله دوسة بسيطة طلع علينا ايه طلع علينا القناة اللي احنا عايزين ننسخ منها الكلمات مكتوب ايه بقى يا حبيبي مكتوب اهي شايفين المربع الازرق ده مكتوب حلامة الاكسة اهي والوضع العادي مندوس على كلمة الوضع العادي دي عشان ما نلاقيش كلمة الماسح الضوئي دي ابدا ما تبوز لناش الدنيا طب احنا وصلنا خلاص للنسخ بندوس دوسة بسيطة علي الكلمات اللي احنا عايزين ننسخها بتطلع بنفس الشكل ده شايفين التلات مربعات اللي قدامنا بندوس على التالت مربع على شمالنا ربنا يجعلنا من اهلي وبندوس على علامة اكس وبنتخطى وطبعا هو مكتوب تم نسخ النص الى الحافظة وطبعا بنروح ننسخ في المكان اللي احنا عايزين ننسخ فيه هيبقى كل المربع ده عندنا فاضي في فيديو تاني مثلا مختلف او فيديو زي ده المربع في صندوق الوصف نفسه هيبقى فاضي فهندوس دوسة واحدة وهيتنسخ الكلام ده يعني بحبكو في الله لا تنسوا ذكر الله يا رب الفيديو ده يكون مفيد لكم لاني انا كنت يعني بدور على الفيديو ده ازاي ان انا انسخ الكلمات اللي انا عايزة انسخها في صندوق الوصف وده شيء مهم جدا 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 في حالة لما بيكون فيه ترند انت بتوفر على نفسك الوقت والمجهود بحبكو في الله لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته